طوبة للحزانة الناس طبعاً كراش تنصحقت من أمور كثيرة ولسيما في أيام المسيح معظم الناس كانت عبيد لكن الحزن الأعمق لما أنا بحسم الأمر مع حياتي لأنه إذا هذا الحزن أنشأ طوبي التوبة والإيمان بيسوع المسيح هي اللي بتخلصني من خطياي وبتعطيني الأهلين أكون ابن وبنت للرب وفعلاً أنا بتعزى في الرب وبتعزى في كلمة الرب تصير كلمة الرب هي تعزيني وأنا بتعزى بشعب الرب أعزوا بعضكم بعضاً وواحدة من التشجعات والتعزيات المهمة للكنيسة مران آثى الرب جاي عن قريب فخلينا نشجع بعض ونحرض بعض على الأعمال الحسنة وعلى المحبة ونعزى بعض حتى يشعروا بالحرية والطمأنينة إنه كل أمر سينتهي لأن المسيح جاي فخلينا نعزى وخلينا نشجع حتى نشوف مجد الرب معرفة الرب خلاص الرب يملأ كل هذه الأرض محتاجة الكنيسة إنه نجتمع أحبائي وفعلاً نحزن على ما يدور في هذا العالم وعاوز أقول لما الكنيسة بتجتمع وبتصلي لما الكنيسة بتمارس حياة المحبة وحياة الوحدة في العالم الروحي الله بيتحرك بيصحق الشياطين وفعلاً نستطيع أن ننتصر ونأخذ مواقع جديدة في حياتنا صلاتة لكل شخص بشاهد وللكنيسة إنه نأخذ هذه الخطوة العملية حتى الرب يباركنا شكراً كتير لكم لاستماعكم وبصلي من بحيرة طبرية بحيرة الجليل الرب يبارككم